الأجيال يعني ده حال الدنيا جيل بيسلم جيل فطبيعي إنه هما يكون عندهم زوء مختلف عن زوءي وعن زوءك بالعكس ده مش وحش هو عارفة لي دايق ويزعل إيه إنه المية تكون يكون فيه ركود يعني إنه يكون فيه حركة ويبقى فيه أنمان مختلفة أه يعني دايماً اللي زعلك الحال أو المية اللي هي الرجدة النايمة خالص لكن لو فيه حركة حتى لو كانت بشكل مش حلو قوي أو شبه سلبي لأ معنى كده إنه فيه باور حيحصل معنى كده إنه ممكن المرة الجاية دع لما فيه باور دع لما فيه حركة لأ هتكون أحسن هتكون أفضل فده كويس مين اللي شايف نعم الأجيال اللي فاتت قادر لسه يحافظ نوه يبقى في الطاب يعني هو ما ينفعش نختلف مثلاً على عمر ديه بأكيد يعني ليه؟ هل اختيار الكلمات ولا المزيد؟ ولا الشكل ولا كمبو كله؟ بإنك تقدر تقدري تتواصل مع جيل تلو الآخر ولاد الجيل اللي قابله يعني فيه دوقتي فيه جيل بيروح وبياخد ولاده بالضبط هي المسألة هنا بعض أما مسألة وصف التركيبة ده موضوع تاني يعني في الآخر كلام هل هي زكاء؟ طبعاً فيه موهبة تبيرة طبعاً مش احنا يعني مش احنا لها نقايم مع عمر ديه بس انت من وجه نظرك شايفها ايه؟ انه فعلاً هو لغس او حاجة حالة احنا مش فاهمينها يعني ازاي واحد قادر انه هو يبقى جيل يعني زي ما بقولنا حضراتكم كده فيه جيل دلوقتي يبقى بياخد ولاده وبيروح فيه مش عارفة فيه اطفال ليقوم صغيرين بيغنوا اغاني الناس كبيرة في السن بتغني الاغاني ايه السر؟ من وجهة نظرك انت شايف كواحد من صناع الاعمال ومن صناع الفن في مصر انت شايف ان ده ايه؟ اكيد زكاء طبعاً المسألة فيها نمرة واحد الزكاء نمرة واحد اكيد فيه الموهبة ومحنا زي ما بقولنا مش هنقيم مع عمر لكن الزكاء الزكاء في ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي لو عندي ابني عنده مثلاً سبع سنة او عشر سنة او اطناشر سنة فاللي هو يعني ان انا اتواصل معه بدماغي دي مسألة مش سهلة طبعاً للي هو ابني اللي هو واحد او اثنين هو الجيل اختلف صح مبالك بحد بيقدر يتواصل مع الملايين معنى كده بالتأكيد ان فيه مجموعة عوامل بدون ما نخش فيها لكن بالتأكيد فيه زكاء اللي هو بيجمع كل العوامل دي بمكان بيستغلوا كويسي بما انك دلت يطري لو حد عنده ولد عنده مثلاً سبع سنين بيبقى شعف يتواصل معي هننعرفش حاجة عن حياتك الشخصية عندك ولاد ما عندكش ولاد متزوج بيش متزوج يعني من غير تفاصيل بس يا ناس بتبقى عايزة تعرف يعني حيات شندو عاملة ازاي؟ انا متزوج من صحفية زميلة اسمها سماحجيها الرسول هي بتجدعني وتجدعني وتجدعني تجدعني والأولاد انا في أولاد؟ مش حاسبها اخد في المسألة كتابة حيزعان ومتفرجوا جهة؟ لا 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 ربنا يا رب يحفظ لكم وينيبتكم يا رب ويهنيكم شكرا